موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم مع مركاز الأسهم السعودية في شاشة دايما ما نعرضها موجودة في تيكر شارت لايف اللي عندهم تيكر شارت لايف أنا أنصح بأنهم استخدموها من فترة الفترة الشاشة هذه جميلة جدا وتقدر تصممها بأسلوب أشكال كثير هذه الشاشة لو جيت هنا عند عرض أو إضافة شاشتي كلمة شاشتي لو ضغط على شاشتي حيضر معك هذا المنظر هذه شاشتي كيف تقدر تصممها شاشتي تيجي لو ضغط هنا تصميم الشاشة لو ضغط عليها حيجيك هذه الخيارات المتعددة عندك يا إنك تقسمها قسمين عرضي طولي أو تقسمها ثلاثة أقسام واحد طولي واثنين جنباء فوق بعض أو ثلاثة أقسام بالشكل ده أو ثلاثة أقسام بالشكل ده أو أربعة أقسام بالشكل ده شوف اللي ناسبك فلنفترض أنت رجل تحب تشوف دائما السيولة التاريخية والعرض والطلب حق أي شركة من الشركات فتقسمها قسمين واحد واثنين واحد تيجي هنا تختار عمق السوق حسب السعر واثنين هذا اثنين تختار السيولة التاريخية وتقول له موافق فحتظهر معك بهذا الشكل طبعا تحط التبويب خلي مثلا أخضر إذا كل الشركات عندك تبويباتها بالأخضر فالآن مثلا أنا ضاغط على البحري فلو جيت على الشاشة حقتي هنا واخترت أي سهم من الأسهم هذه شوف هذه كلها مبواب بالأخضر هذه مبواب بالأخضر هذه مبواب بالأخضر هذه مبواب بالأخضر هذه مبواب بالأخضر فلو جيت ضغط مثلا دار الأركان على طول تلاقي الشاشة اللي صممتها تغيرت إلى دار الأركان تمتك وصارت العرض على دار الأركان الطلب والعرض والسيولة التاريخية كيف وضعها طبعا السيولة التاريخية بتعطيك هذه البيانات كلها أنا دائما أطالع فقط في صاف الحجم وصاف القيمة هي اللي تهمني تبغاها على اليوم لمدة شهر تبغاها على يومي لمدة أسبوع فتعرض لك أسبوع كامل اللي هي خمسة أيام من شهر ستة عشرين إلى أربعة وعشرين هذا أسبوع كامل كيف دار الأركان دخلت على السيولة هل ما زالت في بطن السيولة ولا لا في الأسبوع لن أغلق الأسبوع يوم أربعة وعشرين ستة حتلاقي أنه السيولة الصافية اللي قعدت في دار الأركان ميتين وسبعة واربعين مليون ريال وهذه الطلبات والعروض بتديك العشرين عمق بالنسبة لعمق السوق طيب والله أنا طب أبغى رسم بياني ما تهمني والله العروض والطلبات فتقدر تصممها بشكل تاني مختلف تجي هنا عند تصميم الشاشة وتغيروا أنا أبغى مثلاً هذه الشاشة اللي هي اثنين فوق ووحدة كبيرة تحت تضغط عليها أبغى فوق رقم واحد عمق السوق اللي هو حسب السعر ورقم اثنين ما أبغى السيولة التاريخية أبغى الصفقات إيش الصفقات اللي بتتم وأبغى في رقم ثلاثة الرسمة البياني وأقول له موافق فشوف إيش هيحصل هيعطيني رسم بياني هنا تحت عمق سوق هنا فوق والصفقات اللي بتتنفذ على السهم تقدر هنا تجي تضغط في أي مكان بالزر على اليمين وتقول له خصائص وتختار كل حاجة وتقول له موافق فحيطلع لك نوع الصفقة إيش هي كانت بيع أم شراء العدد حق الصفقات اللي تم في هذه الساعة في هذا التوقيت حجمها كم على أي سعر وكم قيمتها وكيف اتجاهها وعددها وهل هي بيع أم شراء لو تلاحظ شراء صاعدة بيع هابطة بيع على الحياد لا هي صاعدة ولا هابطة فيعني يعطيك فكرة عن الصفقات وكمان يعطيك فكرة عن الطلب والعرض وكمان يعطيك شارت طبعا هذا دقيقة لكي نكرموا باين شيء لو نخلي مثلا ساعة وبدأ اليوم نخلي أسبوعين فكذا أعطاني شارت أقدر أسوي في كل حاجة في الشارت هذا يعني أقدر أسوي إلا أبغى أشيل الأحجام أضيف مثلا هنا البولينجر باند صار عندي البولينجر باند واضح أقدر أروح لخصائص متقدمة وخليها تحرك الرسم الباني باليد فكذا يأجي أقدر أحرك ويمين شمال براحتي زي ما أبغى أقدر أضيف ترندات عادي جدا تتسوى الترندات رسم بياني كامل متكامل في كل شيء أرمي فيبو تتسوى فواضحة جدا وحتسير قدام عيني على طول كل ما أغير في الشاشة فلو رحنا غيرنا واخترنا مثلا مجموعة صفولة من أسهمي على طول تتغير الشاشة في الناحية التانية وتسارت اسم الشركة يبان صفولة على طول تبان العروض والطلبات الصفقات وكمان الشارت حقها على الساعة أو على اللي أنت تبغى تبغى تعرضه يتعرض معك بكل سهولة وتقدر تشوف كل البيانات فهذه الشاشة جميلة جدا أنك تقدر تصممها بالشكل اللي أنت تبغى ممكن لغاية أربعة حاجات مثلا تخلي واحد عمق السوق واثنين الصفقات وثلاثة طبعا ستصير مربع صغير للرسمة البيانة ما أنصح فيه أنا أحب بيكون الرسمة البيانة كبيرة فتخليها في هذا المنظر أفضل لكن إذا أخذت كرة مربعات فتقدر تقول هنا مثلا تبغى فيه أشياء كثيرة تقدر تختارها من هنا وأكيد من فترة لفترة حيبدأوا يضيفوا تيكر شارت اختيارات تانية مثلا هنا السيولة وهنا أبغى مثلا الأخبار وأقول له موافق نعم فسارت الآن عندي الشاشة فيها السيولة وفيها العمق وفيها الصفقات وفيها الأخبار وأقدر كمان أجيبها شمال أجيبها يمين أكبر دي لا والله أبغى أرفع دي شوية وأبغى أصغر الأخبار وأوسع السيولة عشان تبان أكثر فتقدر تلعب فيها بالطريقة اللي تشوفها مريحة ومجرد ما إنك يا إنك تختار شركة من الشركات إذا التبويب حقك كله زي بعضه باللون الأخضر أو تختار لون اللي ريحك من الألوان هادي أنا دايما أحب الأخضر فمجرد ما تضغط عليها الشركة حتتغير معاك الشاشة إلى اللي أنت اخترتها الشركة أو إذا حبيت تدخل رقم شركة هنا تظهر معاك بشكل فوري مثلا الكهرباء كهرباء كم نسيت أيوة تضغط انتر على طول تطلع لك الكهرباء بالأخبار حقتها بالسيولة حقتها التاريخية بالصفقات والطلب والعرض فأي شركة تبغاها تقدر تختارها من هنا أو تختارها من مجموعة الشركات اللي أنت بتعرضها على شاشتك وبتظهر معاك طبعا هذه بتكون جميلة جدا للناس اللي عندها أكتر من شاشة فيقدر يخلي دي ثابتة في شاشة من الشاشات حقته والعرض حق المنصة في شاشة تانية زي ما أنا عامل هنا هذه شاشة الوحدة فيها هذا العرض وأقدر أختار منه اللي أبغى أي شركة حتى من هنا لو اخترتها وضغط عليها حلاقي على طول فورا تتغير معايا شاشتي اللي أنا مصممها على الشركة اللي أنا اخترتها كيمانول على طول أقدر أشوف الإعلانات حقتها وتتحدث طبعا بشكل فوري والسيولة التاريخية والعرض والطلب فجميلة جدا إنك تستخدم هذه الشاشة تصممها بالطريقة اللي تناسبك وممكن العودة إلى التنصيق الأصلي طبعا التنصيق الأصلي بيجيك بهذا الشكل ممكن تعدل هنا وتشوف تاريخ معين تبغى من الصفقات تقدر تعدلها وفيه كمان طريقة تانية أني أنا مثلا أبغى أشوف السعر المفصل هنا هذه الشاشة بتعطيك حاجة جديدة تانية مختلفة أول شي بتعطيك فوق هنا التعليق اللي انت كتبته على الشركة هذه إيش التعليق اللي هو يظهر دائما عندي أنا عامله هنا هذا التعليق هذا اللي هو الأصفر لو ضبال كليك عليه تعليق تقدر تضيف أو ملاحظة تقدر تضيفها وتحط طل لها لون تختاره وتقول له موافق فتظهر معاك هنا مجرد ما تجي تهفر عليها كده بالماوس بدون ما تضغط ولا شي تبان معاك انت إيش كاتب على الشركة دي لو تبان تكتب أي ملاحظة فهنا لما تختار أي شركة وكاتب عليها ملاحظة مثلا البحر الأحمر على طول شاشتك اللي انت مصممها تتعدل وتظهر لك التعليق حقك اللي انت كاتبه وبعدها تظهر لك شارت صغير بس ما تجير تتحكم فيه لكن يبين لك الأدنى والسعر الحالي والقمة الأعلى فيعطيك ثلاثة نقاط إلى نقطتين بعطيك آخر صفقة تم التداول عليها كم كان سعرها وحجمها بعطيك الإغلاق والإغلاق السابق بعطيك افتتاح والصفقات كم كم صفقة تمت على السهم الأعلى والأدنى اللي جابوا السهم الحد الأعلى اللي هي النسبة حقته كم والحد الأدنى اللي هي نسبة تحت كم 10% فوق 10% تحت الأحجام اللي تمت عليها وقيمتها الطلب والعرض يعني شوف بعطيك حاجات كثير في هذه الشاشة بعطيك تفاصيل أكثر من أنت حتى القيمة الدفترية الأسهم الحرة الأدنى السنوي والأعلى السنوي يعني بعطيك كل حاجة تحتاجها عن البحر الأحمر بيانات بعطيك البار هذا على مدى اليوم الافتتاح كم أو الإغلاق والافتتاح على هذا اليوم كم كان هنا سعر العرض وهنا كم كان سعر العرض الطلب وبعطيك كمان على المدى الـ 52 أسبوع والسنة تقريبا كم انت فين في أي مناطق هل عند الأعلى أو عند الأدنى السنوي التاريخي جميل فبيقول لك انت هنا بتلعب في الأماكن هادي قريب من الأعلى التاريخي اللي هو 32 70 انت بتلعب بتسعة وعشرين عند الإغلاق والافتتاح كان 30 20 فانت بتلعب قريب من الأعلى التاريخي فانت بنظرة واحدة تقدر تعرف الأعلى التاريخي والأدنى التاريخي والمدى حقك في اليوم من 29 60 وجبت 30 25 وتشوف هذه البيانات كلها وتقدر كمان تعدل فيها وتغيرها بالشكل اللي انت تشوفه مناسب فيعني شاشة جميلة جدا سواها تكر شارت لايف الشباب الله يطيم العافية ما بيقصروا بيعملوا إبداعات جديدة دائما وأبدا اسمها شاشتي ممكن تشوفها وتعرضها عن طريق إضافة من إضافة تروح لشاشتي تضغط على شاشتي أو تضغط كنترول زائد رقم ثلاثة يشغل لك هي على طول وتقدر تصممها بالشكل اللي انت تشوفه مناسب وتستخدمها كعرض على أي شاشة من الشاشات إذا عندك شاشتين ثلاثة فتقدر تخليها ثابتة على طول تبان عندك البيانات هذه بشكل سريع وسهل مفيدة مفيدة للمضاربين اللحظيين واللي يبغو الانفور الانفورميشن بشكل سريع على طول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة